أعربت مصر عن رفضها التام للتصريحات التي أدل بها رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي حاول من خلالها الزجة باسم مصر لتحقيق انتباه الرأي العام الإسرائيلي وعرقلت التوصل لصفقة لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وعرقلت جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة كما أكد بيان الخارجية على رفض مصر لكافة المزعم التي يتم تدولها من جانب المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن وحملت مصر للحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزم الموقف وتستهدف تبرير السياسات العضوانية والتحريضية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة كما أكدت مصر حرصها على مؤصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام بالمنطقة بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة ترجمة نانسي قنقر